هلأ نحكي عن الإيكوليبريوم الإيكوليبريوم بالماركت نحن لحديثة هلأ اللي شفناه شفناه عند كل برايس لما يكون مثلا إذا تجي أنا أطلع خلينا نروح نعم ونشوفوا شو عم نبحك فإذا شفنا نحن زبتكن هون في الماركت لما كنا عم نحكي هون عن الزبتكن هلأ نحن demand هون أنا عم ركز على جدول demand ftimo لما كان الإيكول لما كان لپرايس بالماركت. أنا هيدا اللي حديث هلأ ما بعرف. كمان زيت الشي بالنسبة للسبلاي. بيقلي هون. بيقلي بالنسبة للسبلاي. لما البرايس يكون 7 لكوانت سبلاي 13. لما البرايس يكون 4 لكوانت سبلاي 7. ولما البرايس يكون 1 لكوانت سبلاي 1. and so on. طب تسأدش البرايس بالماركت. أنا اللي حديث هلأ برضو ما بعرف. انا هلأ اللي بدي شوف بدي شوف كيف الفورسز تعول الديمان بتاعول السبلاي. هم اللي بيحددوا البرايس بالماركت. اوكي. طب. بيجي أنا لهون. لنشوف نحنا البرايس. هو القول بالاساسي. انه. آآ. شو اللي بيحدد الاسعار بالماركت. اوكي. آآ. وهيدا ان احنا لما نحكي عن الليبرال ماركت. لما نحكي عن الاسواق الحرة. المقصود فيها هي هي هاي الالية. انه كيف الاسعار بتتحدد بالسوق. مين اللي بيحدد السعر. نحن على حديث هلأ كل شي شفنا بالديماند و بالسبلاي. ما قلنا ولا مرة عن الحكومة. ما جبنا سيرة الحكومة. ولا جبنا سيرة اي حدا اي قوة غير المستهلك والعامل. اوكي. يعني خلينا نتابع الموضوع. مثلا ازا انا عندي السعر سبعة. القوانتيتي ديماند لحكم الساوى الثان. والقوانتيتي سبلاي لحكم الساوى الثلاث عشر. فهم هون. معناها لما يكون البيعيس is equal to seven. البيبول will purchase two units. بينما البروديوسر will produce 13. فبقل البروديوسر لما عمينشوا 13. رح يقدر يجيعوا 13 بالماركت. of course لا. لا لأن البروديوسر عم بيلاقوا انه هادا السعر بثير عالي. وهن ما بيشروع الكمية على هادا السعر. مين اللي بديوا تحرك ساعتها. شو اللي بديوا تغير بالماركت. هن البروديوسر لانه هن هن همهم يخففوا الاخسارة ويزيدوا الربح. شو بدهم يعملوا. بيقولوا ازا انا عم بنتوش 13 وبيع منو من اثنان. انا ما الي مصلحة اني ضلني استمر بهذا الحجن للانتاج. شو بدي اعمل تخفف الانتاج. اوكي. لا. لانه انا في عندي هون. في عندي هون شي بسميه surplus. انا عم بنتوش 13 وعم بيع. معناتها في عندي 11 surplus. سور بلس. اوكي. طيب. بيقوم هو البروديوسر بنزل. بيقول انا لح نزل انت. شو طبعا لما بديو. وبنزل السعر كمان. لما لما بديو يبيع بسعر اقل ما عدي له مصلحة. اه ينتج كميات كبيرة. ينزل السعر للسيكس. على السيكس. بيصير البروديوسر بنتجو كميات اقل. اوكي. بسيرو 11. والكونسيومر كمان صاروا مساعدين نشتروا كميات اكتر. 3 و 11. بس برضو بعضو البروديوسر مش satisfied. لانه عم ينتج 11 ومعام يبيعون كلا يكون. شو بديو يعمل البروديوسر. كمان based on his profit maximization behavior. هو همه يكبر ربح تعوله. لح ينزل السعر تعوله للخمسة. الخمسة الوضع متحسن بعضو برضو. الديماند. الكونسيومر بديو نشتروا 5. وهو عندو 9 to sell. كمان برضو في عندي انا surplus هون بلخالي ايمتو 4. وبردو بدو يروح البروديوسر كمان بدو ينزل السعر اكتر ويخفف الكمية. لح يوصل على لح يوصل على على الفور. الكونسيومر بديو سابعه هو الكونسيومر. اوكي هون بيقول لك البروديوسر انا هون كل شيء عم بيجرون بيعه هيدا اللي بديه. انا صاف عندي هون اكتبرياً. الكونسيومر بديو سابعه هو الكونسيومر.وكي. هون بالحالة هاي اللي شفناها أنا كان في عندي Surplus production Surplus بالproduction أو Surplus بالsupply هل ممكن يكون في عندي شيء ثاني بالعكس طبعا ممكن يكون عندي شيء ثاني بالعكس راح نكفي نحنا هون على الجدوى راح نبلش من تحت خلشنا من فوق بشوي راح نبلش من تحت طردا أنه أنا بهيدا الحالة اللي هون الرحمن الرحمن الرحيم راح نبلش من تحت هل هون أكيد هل هون أكيد في ناس مش ستسفايد لأنه الديماندر بدون يشترك وانتي والبروديوسر عم يبيعوا واحد شو بديو يصير بدل حالي بديو يصير عالم تصطف بالكيو يعملوا بالصبت مشان يشتروا الابضاع اللي بدون إياها ما فيه إلا كميات قليلة بالسوق تذكروا متقصة البنزين وقت أزمة 2019 كان على طول الكمية المطلوبة أكثر من الكمية المعرضة تنطر العالم بالصبت تت ساعة وأربع ساعات لا يشتروا الابضاعات يعملوا وبالأخير أكيد في ناس ما كان يطلع لهم لا لأنه ما فيه كمية موجودة كتير بالسوق تلبي على ذلك شو بيصير ساعتها بيعمل هذه الفورسز بتخلي البرايسز إنها تطلع ونحنا كنا نشوف إنه الأسعار عم تطلع كيف كنا نشوفها الأسعار عم تطلع وقت الأزم إذا بتتذكروا لأنه كانت العالم تروح تشتري بنزين توقف بالصف وتروح ترجع تبيعه بمحلات تانية ترجع تبيعه بأسعار أعلى ترجع تبيعه بأسعار أعلى أو إنه يروحوا فيه ناس فيه محطات بنزين كانت بيعهن فعلا بطريقة غير قانونية فوق سعر السوق شو بيصير هلأ بالفعلة؟ يعني طلع البرايس من الـ 1 من الـ 1 للـ 3 من الـ 4 طبعاً لما يطلع البرايس عفواً البرايس بيطلع من الـ 1 للـ 2 لما يطلع البرايس من الـ 1 للـ 2 الـ 1 للترجع الـ 1 للترجع تنزل لأنه هون البرايس طلع الـ 1 للترجع لأنه هيدا عندك الـ 1 للترجع و الـ 1 للترجع بس بعد في عندي هون بسمي هذا بالماركت تسمع عطو بستعمل بالعربي بالفنطنون الأصير أنه في عندي بالماركت اللي موجود بالماركت ما بيكفي فإذاً هون لما يصير الـ price بيسوي 2 الـ quantity demand بيسوي 14 والـ quantity supply بيسوي 3 بيطلع عندي هون في عندي shortage 11 طيب هون برضو على هذا السعر هون على 2 كمان في عالم بعدها مش ساسفايد العالم بدا تشتري العالم بدا تشتري وما في كميات كبيرة وانا لما بدي اشتري وما لاقي كميات انا بكون بستعد اني روح ادفع زيادة لانه بقول بدل ما اوقف بالصف انا ساعتين وثلاث ساعات بروح بشتري حق ازي بيدفع حق ازيادة لتنكة البنزين او لرغيف الخبز وهو بالنهاية حتى حتى لو انا ما روح بدفعت مقضا حق ازيادة لتنكة البنزين اذا تنكت البنزين كان حقه مثلا 10 دولار وانا واقف 3 ساعات بالصف معناتها تنكت البنزين ما حقه 10 دولار هم تكلفني 10 دولار حقه مباشر ووقفي 3 ساعات بالصف ما هذا كمان بدي احصلوا من السعر هذا كله بيخلي السعر السوق يطلع اوكي بيصل بيوصل السعر من هون من الثلاثة رح يوصل من الثنين عفوا رح يوصل لثلاثة الشورتيج عم ينزل بس بعد في عندي شورتيج بيضلوا يطلع السعر لا يوصل للاربعة بيصير اوكي 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 اساسية انه نحن هون في قاعدة الساترس فاربوس كله عم تنطبق لانه هون لما عم يطلع السعر لما عم ينزل السعر كل العوامل اللي بتأثر على الدماند الثاني ما تغيرت وكل العوامل اللي بتأثر على السبلاي كمان ما تغيرت كيف يعني؟ يعني لا الانكم تاعة الكونسيومر عم بيزيد ولا تايست يقوله عم بيزيد ولا البرفيرنس يقوله عم بيزيد ولا number of producer أو consumer عم يزيد ولا التكنولوجيا عم تتغير ولا أي شيء تاني عم يتغير واضح الآن أنا اللي بدي أعمله لحروح من هون لحروح اشتغل هو ذاته هذا اللي اشتغلته هون بس بدي اشتغله على graphical analysis شوفوا عندي هون هذا هو ذات الرسمي اللي شفناها نحن بالأول demand supply إذا بأخذ أنا هون مثلا خلينا نأخذ على price بسوي 7 لما الprice بسوي 7 الquantity demanded بسوي 2 والquantity supplied بسوي 13 اوكي 13 اوكي اياه هون طيب عم شما لاتما عندنا عندي surplus هذا بسمني هون surplus أداش انت هذا surplus بسوي 11 طيب هذا السوركلاس will drive the price of the item will drive it down لأنه العالم عب تلاقي السعر كتير غالي they will purchase only 2 units بينما بالنسبة للبروديوسر أنه هوني مبسوطين بحالهم أنه أنا مستعد انتج 13 بهذه الحالة ويا لطيف أنه بيع الوحدة بسبع دولار يا حبيبي قابل تبيع بسبع دولار بالأحلام بس أنت كم حبي لح تقدر تبيع ما بتقدر تبيع كتير بدك تنزل السعر تعولك أوكي بنزل السعر تعوله لما ينزل السعر ما بيعود يقدر ينتج متى الأول ما بيعود عنده مصطح أنه ينتج متى الأول بينزل السعر مثلا للستة shortage surplus هون بده ينزل كمان لأنه هون صار في عندي 3 وهون صار في عندي 11 صار في عندي shortage surplus into 8 أوكي بعضه كمان في عندي market force عم تشده لا ينزل نزول لتحت الprice يعني بدلوا market force تنزل تنزل الأسعار لنوصل للأكليبريوم على الأربع أوكي فإذن برجع بقول هذا هذا اللي بيخلينا نحن برجع برجعكم لقصة الماركت أنه الفورسز تاعة الماركت أنه كيف الأسعار تتحدد بالسوق لاحظوا لو حديث هون ما حدا نتدخل الحكومة ما تدخلت الوزارة ما تدخلت البلدية ما تدخلت كلها هون نتيجة المصالح الخاصة مصلحة private sector ومصلحة consumer هي اللي خلت demand نوصل للأكليبريوم والعكس صحيح العكس صحيح هون ماذا شغل انا بدي أفضل أنه بدي أبلش من تحت من هون هون على هيدا النقطة هون مثلا في عندي هون shortage demand لأنه هيدا demand هيدا اللي هون بتسوي 20 هون quantity supply بتسوي واحد معناتها في عندي shortage إيمتو 19 19 طيب يبدو ينسد هذا shortage في شي بالسوق مش مظبوط العالم بدأت تشتري وما في كمية هذا اللي بيخلي البرايس يطلع هذا اللي بيخلي البرايس يطلع أبسط مثال على ذلك نحن شايفينه هلأ بخلال الأزمة طلعت العالم بدأت استأجر شقق بالشمال وشقق بالجبل وما في شقق شو صار بأسعار الشقق نقطة تطلع كلية أوكي ضلت نقطة نقطة طلوع هلأ صار في ما لما سار يطلع quantity demanded بتخف خفت quantity demanded صارت هون 3 بنام quantity supply صار تسوي 14 بهذا الحالي هون أوكي صار في عندي shortage نزل صار 12 وهكذا دولاك بيضلوا هيدا الفورس تشد up 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 لا وصل للأكوليبريوم على الأكوليبريوم everybody is happy وعلى الأكوليبريوم في عنا quantity demanded والquantity supply بدي أرجع ركز على نقطة حكيت عنا قبل شوية بالجدود هو أنه أنا لما كون هون هاي عم بطلع أطلع لهون demand supply بعضهم ما تغيروا ولما أجي من كمان من هون لهون demand supply بعضهم ما تغيروا يعني يعني الفورسز يلي عم تاخد ني عم توصلني على الماركت أكوليبريوم لتحت بعد هي زاتة مش بعد هي زاتة المقصود أنه في عندي ساترس باريبوس فانكشن ساترس باريبوس hypothesis applies كل الفاكتور التي تأثر على السبلاي ما تغيرت كل الفاكتور التي تأثر على demand ما تغيرت نعم الفاكتور بأسر على quantity demanded وال quantity supply اللي هو السعاد طبعا هون عملي تغير ماشي الحال أنا هون بكون خلصت الاكوليبريوم وبكون بدي روح بعد على نقطة صغيرة أنه كيف بيتغير الاكوليبريوم قبل ما نروح عليها بدي أفرض شغلة صغيرة هون بس هيك مش نوضحها إذا بسرد أنا أنه السعر بساوي 7 هذا هك سؤال ما إذا ال price بساوي 7 أداش بيكون consumer spending وأداش بيكون ال revenue لعلى producer لا هلأ هون إذا ال price بساوي 7 أنا ك producer عم بنتج 13 بس أبيع منهم only 2 units بأداش بيكون revenue تعود بيكون 7 7 dollar times 2 pieces نشاهد يطل عندي 14 dollars بأداش ال consumer spending هن زيتهم ما هو consumer عم يشتري 2 units كل واحدة حقها 7 بتساوي 14 حسنا عند equilibrium يلي لما price بساوي 4 بساوي consumer spending consumer spending لما يكون price 4 quantity demanded بساوي 7 و quantity supplied بساوي 7 معنى تاب الحال 4 times 7 28 consumer عم يشتري عم يبيع 4 times 4 dollars times 7 pieces بساوي 28 dollars عداش بيكون revenue revenue كمان بساوي 28 ما عنا بطوب بدي افترض ان اللي بدفعو الconsumer هو ذات اللي بيخدو الproducer what if p is equal to 2 خلينا نقول p is equal to 2 dollars طبع consumer spending revenue على 2 2 2 العالم رح تشتري العالم بد هتشتري 14 شاك بس ما في بالسوق الا 3 طب انا طب انا ك producer عم بنت ج 3 وعم بيعهم معنا ما عم يعم بيع بالسوق الا 3 قطع 3 حبات حق الحبة 2 معنا الdemander الconsumer عم يشترو 3 حبات وحق الحبة 2 بالتالي الconsumer spending لحيكون كمان 2 dollars times 3 يساوي 6 dollars كمان بالنسبة للrevenue يساوي 6 dollars اوكي الفيديو التاني رح نحكي ان شاء الله عن ال ال يعطيكم الفعاف ومفاين ان شاء الله